يباشر المحامون أسبوعاً جديداً من التصعيد ضد الإجراءة الضريبية لقانون المالية 2023 بعدما دخلوا في إضراب عام شل ما حاكم المملكة صباحاً يوم الاثنين وبين المرتقب أن يستمر إلى غاية إيجاد حل النهائي للنقاط الخلافية وتأتي هذه الخطوة بعد النداء جمعية هيئات المحامين بالمغرب وتوقف الاعتصام الذي خاضه أصحاب البدل السوداء نهاية الأسبوع الماضي في مختلف محاكم الاستئناف بالمغرب ومن المرتقب أن يمس حق الولوج إلى القضاء بسبب خطوة الإضراب المفتوح لكن هذا الأمر لا يعني المحامين وفق إفادتهم محملين الحكومة مسؤولية التعطر الحاصل وضرورة إيجاد حلول مرضية لجميع الأطراف وانفجرت أزمة المحامين والحكومة بسبب الضريب على المحامين وأداء مبلغ 300 درهم بطريقة القائية مرة واحدة عن كل قضية عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن أو عدة تسجيل نيابة أو مؤازرة أمام محاكم المملكة وتقترح الحكومة في هذا الصدد كذلك الأداء تلقائيا لدى قابض إدارة درائب دفعتين مقدمتين على الحساب بطريقة إلكترونية قبل انقضاء الشهر الموالي للشهر الثالث وللشهر الثاني عشر من السنة المحاسبية المعنية لكن هذا الأمر لا يزال يفتقد إلى موافقة المعنيين بالقطاع الذين يعتبرونه غير مجدين وأشارت سعاد براهما المحامية بهيئة ستات إلى أن الدولة في شخص وزير العدل هي من تتحمل مسؤولية هذا التأخر مؤكدة أن الإضراب شكل احتجاجي مشروع في مختلف التشريعات الدولية